إدارة الأزمات من خارج الحدود هل لأنه في داخل الحدود انفقدت توافق انفقدت القدرة على إيجاد الحل أو غابت القدرة على إيجاد الحدود حلول عفوا هذه مسألة مرات إدارة الأزمات نراها من خارج الحدود لأن في الداخل هناك صراعات وتصادمات وحينما ندرس الداخل ونرى أن لهذه التصادمات أو الصراعات بعض الأبعاد خارج الحدود. إذن ندير هذه العباد من الخارج. ولكن هذا لا يؤدي إلى حل كل الأزمات لينجزوا من هذه الأزمات. أيضا داخلية تتعلق بمصالح الحزب أو الحركة. تتعلق بصراع القوى في الداخل. تتعلق بقضايا السلطة. تتعلق بالمستحقات الانتخابية أو المكوناتية. هذه المساعدة الموجودة. سؤالي يثير الدهشة عندما تثير الأزم من خارج الحدود. أنا توارد إلى ذهن وكأنك تتعامل مع الرعاة لهذه القوى أو المؤثرين على هذه القوى الذين هم خارج الحدود. أنا لا أستعمل كلمة رعاة. لكن مؤثرين موجودين. يجب أن نكون واقعيا بعد تغيير. وطبعا قبل التغيير كان حالة بشكل آخر. أيضا كانت هناك تدخلات في الوضع العاقي. لكن بشكل آخر. مسألة السيادة كانت منفقودة قبل التغيير. لكن السيادة كانت تحت المظلة الأممية. المظلة الأممية كانت تقرر الحالة العراقية. لكن بعد التغيير هذا واقع. هناك تأثيرات من الخارج. هذه التأثيرات بمرور الزمن بدأت تقل. ولكن موجودة. ليس قبل قلت في دورتك؟ لا. هذا واقع. قبل الدورة أيضا قلت. لكن على الأقل كنا نتعامل مع هذه التدخلات بشكل آخر. كنا صريحين مع الدول التي كانت تدخل ولا زالت بعضها تدخل في هذه المواقع. وكنا ندفع بهذه التدخلات إلى الوراء. تدفعون بالتي هي أحسن؟ ولكن بالتي هي أحسن. ولكن ليست سهلة. لأن كما قلت لهذه التدخلات عبعات داخلية وقوى داخلية. إذن حينما تدفع حالة التدخل إلى خارج الحدود القوى الداخلية تعيدها ثانية. فنحتاج إلى إدارة الأزمة خارج الحدود وداخل الحدود. اشتركوا في القناة